السلام عليكم ازايكم اخباركم اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال فيديو جديد النهاردة وطريق التنظيف وروتينات حلوة جدا ومشتريات وكمان تحضرات في استقبال عيد شم النسيم اللي خلاص نستفاضل عليه ايام بسيطة جدا ونحتفل بيه وطبعا الناس كتيرة كده بتحتفل بيه سواء طبعا خروجات او غيره وممكن كمان وانتي قاعدة في البيت ومش هقول لكم طبعا بعد كده على سر الخلطة وشوية التحبيش وشوية طبعا الفيسيخ اللي يمكن كل واحد فينا دلوقتي بيحاول يحضر لأكل وصفة زي دي الفيسيخ بقى والرنجة والبصل والحاجات الحلوة اللي يمكن بنستنها طبعا من السنة للسنة لكن طبعا بيكون لها كده طابع معين يمكن نتعودنا عليها هنا في مصر من ايام قدماء المصريين زي ما تعودنا دي كمان برضو كده عداد ما نقدرش ان احنا ممكن نفوتها هي مجرد عداد وتقاريد لكن صدقوني خلاص احنا اتطبعنا بيها وبنستنها كمان من السنة للسنة وطبعا اكيد يعني الفيسيخ والشم النسيم والحاجات دي مش مجرد كده اكلات ووصفات ممكن نكون بنستنها طبعا موجودة طول السنة لكن برضو بتحاسي ان طبع شم النسيم ده بالنسبة لنا فيه كده روح حلوة يعني ممكن تكون طبعا اجواء مختلفة شوية مكس بقى كده بنجول ربيع والصيف حاجة كده ما اقولكوش المهم السنة بتاعت فيديو النهاردة زي ما هتبهرنا بروتيناتها هتبهرنا كمان في نفس الوقت بشوية التحضرات اللي بتجاهز فيهم لشم النسيم ويلا بينا كده نشوف مع بعض شوية الاجواء والتنظفات والتغييرات والتحضرات اللي قامت بيها خلال الفترة دي تعالوا مع بعض كده نبدأ فيديو النهاردة بلايقاتكم الحلوة وحمسكم مشترككم معينا ويلا بينا مع بعض كده نستعد لشوية التنظيمات والترتيبات اللي هي بالفعل هتهوسنا بيها وهتثبت لنا قد ايه من خلالها ان هي ست بيت شاطرة وقد المسئولية وكل الالتزامات اللي هي بتعملها معينا بتأكد لنا ده فعلا بتبهرنا وبتثبت لنا ان هي مفيش منها اتنين وكل حاجة ممكن تشوفوها معينا هتبهرنا كلنا وهتأكد لنا يوم عن اللي قابله ان هي بالفعل نموذج مشرر جدا مش مجرد سيدة اجنبية وزي ما احنا عافين ان الستاتة الاجنبية ممكن تكون بتحب بقى ايه الكسل شوية في اللي بيساعدها سواء طبعا بمبلغ مادية معين او ممكن تجيب شركة تنظيف كل فترة لكن ده ما يرجعش ابدا ان هي هتحاول تهوسنا بكل حاجة حتى تنظيفها للحمام من الالف الياء التنظيفات العميقة اللي ممكن تكون كل واحدة فينا مستنياها التنظيفات الشاملة لكل حاجة وتيجي تبصي مثلا دلوقتي كده على كبينة الحمام الحتم من فوق الارضية كل جزئية فيه حتى كمان لو معاها معدات وامكانيات سعادها في ده ادوات التنظيف طرق كمان التطيير والتعقيم لكل جزئية حتى لو بسيطة وطبعا الشكل ان هي قد ايه بيكون حاجة تفتح النفس تقولك تعالوا دلوقتي خمس دقيقة معنا كده وهنبدأ نغير في شكل المطبخ هنا وتنظيفات سريعة لكل حاجة واكيد طبعا لو انت في امكانك تشتري المنظفات الجهزة اكيد هتعملي خاطوة زي دي مش هتستاني ان في حاجة ممكن تكون وقفة عقبة بالنسبالك او ان هي ممكن تعطالك امورك لكن الست الشطرة هي اللي بتقدر تنظم كل ده حتى حامل البتجاز طبعا كده بالفرش اللي قدامنا دي وتبعا فرش التنظيف دي بقت دلوقتي موجودة في اي ماركت او هايبر تقدر يتوفريها لنفسك شوية ملمع بتوعي الستلس اللي انت كمان تقدري طبعا تلاقيهم دلوقتي متوفرين في اماكن كتيرة وستات تانية شطرة بتعمل خلطات التنظيف دي بنفسها يعني ما بتستناش كمان ان هي ممكن تلاقي الحاجة دي وتدور عليها وتحس ان الموضوع صعب بالنسبالها الست الشطرة من دول هي اللي بتحاول تبتكر وتوصل لكل حاجة بنفسها وفيش حاجة ممكن تعطالها ابدا طبعا دي كمان كده بقى شنطة العدة بتاعتها زي ما بيقولوا كل الادوات سواء تبعا بتاعت التنظيف المنظفات بتاعتها شاملة في الشنطة اللي قدامنا دي ماشي بالباك بتاعتها دي في كل حتة في البيت ومشوء الله طبعا زي ما انتوا شايفين منزلها طبعا حجمه كبير فتلاقيها كده اخد كل العدة بتاعتها وهي راحة في كل حتة في المطبخ تلاقي في الحمام تلاقي فيه ادوات طبعا تنفع معاك في كل مكان حتى كمان برضو كده التنظيفات الشاملة والعميقة لكل الجزئية وطبعا الجهاز اللي زي ده بيساعد طبعا بقى الناس اللي ممكن تكون ايديها بتتعيبها شوية عندها لقدة لأمراض زي الرماطايد او غيره وما بتقدرش كده ان هي تستخدم المنظفات او الماية تيجي على ايديها مباشرة ساعتها بتحس ان الموضوع صعب بالنسبة لها التنظيفات الشاملة والعميقة بتبقى كمان كده زي ما بيقولوا واصلة من الجدور يعني مفيش اي تفصيلة حتى لو صغيرة اسناها مش هتركز فيها ابدا كل تنظيفات البيت الشاملة كل التفصيلات اللي قدامنا وطبعا كده شكل حتى الحمام زي ما شفنا الحمام الكبير الحمام الصغير حاجة كده ما اقولكوش بقى كده على الابداع والصرف زي ما بيقولوا ما شاء الله طبعا طبعا امكانياتها المادات تسنح لها بدا يبقى ليه لا وطبعا شوية المشتريات من الملايات اللي قدامنا اللي مزبطها تصبيطة اللي زي دي وطبعا بقى كده بين مواسم الصف والشتا والربيع والخريف في حاجات كتيرة بتضطر ان انت تهنيها وتحتفظ بيها وطبعا في نفس الوقت عايزة تجيب لها الأكياس اللي زي دي وتحتفظ بيها كده وانت شفت منها الهوى وكمان بتحكمي الحكمية بتاعتها وتحطيها كده في مكان من اليرم تاخد معاك مساحة أبدا شايفين طبعا دلوقتي الفرق في الشكل بين قبل وبعد حاجة كده مختلفة جدا كل ده طبعا بيرجع لتنظمها وترتبها بعيدا طبعا باقي كده عن الأجواء اللي ممكن ما تكونش راطيفة أبدا السجدة الجديدة اللي جيباها هنا كمان كده عاملة جو الشغلة حلوة جدا في المكان هنا شوية الأطربة اللي قدامنا دول عالسلم بتقولك تعالوا كده مع بعض نبدأ ننظف ونزبط كل ده ومشاء الله عليها حضرت كده البسكت بتاعها وشوية مياه سخنة والموظفات بتاعتها ويلا بينا نمسح ونعقم منطهر كل جزئية ممكن تقابلك أو متقابلكش كمان هنا في المكان يعني في المجمل العام تنظمها وترتبها للبيت في المجمل العام كده بيفرق قوي وشكل وسطي للبيت بينقلك كمان لمكان تاني خالص وفي النهاء زي ما احنا شايفين جابة المكنسة بتاعتها ويلا بينا مع بعض كده نحضر هنا خالط التنظيف قوية للسجاد وزي ما شوفنا تنظيف كده وغسيل على الجاف بس النتيجة بيرفكت جدا كل حاجة شكلها أظن يعني مفيش أجمل ولا أحسن من كده طبعا بقى لعبة الإكس واللي كل الناس بتحبها كبار وصغر فتعلوا مثلا بالوقت مع بعض كده نشوفها تحضر دي الزي كابتها وحبت كمان كاتت ديها أجواء حلوة وتعمل لها بعض الإضاءة أو الألوان الحلوة المبهجة وتمشي كمان معاك كده جو من الألوان يعني تعمل ميكس رهيب ولكل ده يعني حتى شوية المشتراب بتاعتها أظن مفيش أجمل من كده وبدأ بالفعل كاتت ديها شوية ألوان وتغير في شكلها الجمالي أنت ممكن تجيبي الحاجة لكن من جواكي شايفها لها ألوان ورسمة وجو مختلف جدا فتبدي تعملي كل ده بنفسك فتعالوا مثلا دلوقت نشوف مع بعض شكلها قبل وبعد الصراحة إيه قمة التغيير اللي احنا شايفينه بالفعل هي فنانة ستات كتيرة جدا بتقدر تبهرنا بكل تفصيلة في بيتها حتى كمان شكل استتاير بتاعتها قررت تعمل لها كده بعض التاتشاط اللي هي شايفة إنها بالفعل تقدر تبصل لها الشكل العام والمجمع العام مفيش لأجمل ولا أحسن من كده حتى شكل الورد وكمية الأظهار اللي ممكن تجيبها وتغير بيها المكان والموت العام كوالي دي طبعا تفاصيل كلها بهجة وروح حلوة جدا وسعادة مفيش بعد كده التنضيفات بتاعتها المستمرة شكل وروح المكان اللي بتنضف معانا وبتتغير وبتضف لنا كده بصمة إجابية في المكان كله تعالوا برضو هنا كمان دلوقتي كده نشوف برضو بعض اللمسات الإجابية اللي لسه هتبهرنا بيها وطبعا بقى المنظف اللي قداما ده أو الجهاز اللي قداما ده بيشيل معاكي كوالي الوبر اللي ممكن يكون موض في الأمشة زي الملايات الرقنا بتاعتك الأمتري بتاعك طبعا القماش مع الوقت كده ممكن يطلع كمية الوبر اللي شفناها دي لكنها بالفعل كانت شطرة جدا وأثبتت لنا إنها قد المسئولية وزيادة كمان رائد كمان دلوقتي معينا إن هي تحافظ على شكل الرقنا فاجابت برضو نفس القماش اللي قدامنا ده كده بالكفر لقدامنا يعني نفس اللون وتحس نوع نفس الشكل بالضبط مش مختلف أبدا وبدأ بالفعل كده تغطيه بالشكل اللي قدامنا يعني حاجة بتحافظ عليها والشكل الجمالي ميد فول وعشرة والنتيجة كمان هايلة قوي أظن ما فيش إبداع بعد كده الشكل حلو والتصميم هايل وكمان تقدر تحافظ عليه من الوبر اللي ممكن الحيوانات الأليف اللي موجودة عندك في البيت تعمله طبعا بقى زي ما قلتلكوا احتفالات عيد شام النسين يلا بينا كده بقى البيض المسلوق والتحضراب بقى والأفكار الحلوة اللي احنا بنشوفها وزي ما قلتلكوا أكلات وصفات كتيرة لكن شكل حتى البيض اللي هي عاملاه مختلف جدا حتى تصميمات الأرنب بكل الديكورات دي هتشوفوها معاينة دلوقتي من خلال بقية مقاطع الفيديو وكل مشترياتها الجديدة اللي بالفعل يعني يعتبر بتجهز ليها اتمنى من كل قلبي اكيد ان فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى لايكاتكم الحلوة وحمسكم ومشترككم معي عشان ابيهركم بكل جديد واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة